ليفر بول الريال أنا حاسس أن ليفر بول هينطفض في هذه المجروحين على فكرة طبعا موسم يعني ما اعتبرش من أفضل مواسمهم ده أكيد فرصهم في الخروج ببطولة يعني هي دي الفرصة الأخيرة بالضبط كده عيفة جدا وبتقي ده الأمل الوحيد إنقاذ ما يمكن إنقاذه زي ما قلت اللي شفته من خلال باعتبر ليفر بول يهمنا بشكل أكبر طبعا لوجود محمد صلاح اللي شفته من ليفر بول أنه بيقدم أتيتود وحالة مختلفة وشخصية مختلفة في دور الأبطال السنة واضح أنه هم رموا طوبة الدور الإنجليزي من فترة وحتى بدأت تصريحات يورجين كلوب كده يعني تميل أنه هو هيركز في دور الأبطال بشكل كبير حتى في بعض المباراة قبل مثلا مباراة لايبزيك أتذكر كانوا بيلعبوا فولهم لعب بالصف الثاني يعني وشال اللعيبة الأساسيين لمباراة لايبزيك فواضح أنه هو مركز بشكل كبير على دور الأبطال ليفربول يفتقد مؤكد فرجل فندايك هو كان مش بس برضه أنه هو مدافع وبيعمل تاكلينج وبيعمل يعني بيمنع الأهداف عن مارما فريق ولكنه كمان كان قائد يعني شفت الحياة أريد الإنجليزية كتير بتتكلم عن تأثير غياب فرجل فندايك وراحوا معظمهم على فكرة أنه كان إزاي كقائد في غرفة الملابس وبيدي الاستقرار وشفنا حتى بعد تعاد وبدأت شوية يعني الأخبار بعد المشاكل قدت اللبس تفك شوية طبعا 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 حتى مع قوة شخصية هندرسون وكل شيء لكن فندايك كان حالة مختلفة يعني اللعيبة كانت بتحبه ده بره الملعب جوه الملعب كمان فكرة أنه دايما قم بيقود الهجمة ودايما بيعمل زيادة من تحت وبيوزع اللعب بطريقة بتسهل على خط وسط وخط هجوم ليفر بول أنه يشكل خطورة على مرمى المدفقة كل دي تفاصيل هو مش حتة لعب أو مجرد مدافع غاب عن النادي لا ده حالة كاملة افتقادة فريق ليفر بول